المشاهدين أكيد رجعنا لكم بعد التقرير أكيد إحنا في ظل الضغوطات اللي قاعدين نعيشها الحالية بالنسبة في وضع الحجر والكل قاعد في البيت بالنسبة لفيروس كوفيد 19 في هذا الوقت أكيد الأسرة كلها مع بعض ولكن أنا بالنسبة لي ما أشوف أن هذا يعتبر شيء سلبي شيء إيجابي يحلو أن الأسرة كلها مجتمعا بع بعض في البيت من الأب من الأم من العيال الكل قاعد يشوف بعض في البيت أكثر من قبل وهذه فرصة أكيد أن نتعرف عليهم أكثر نبتدي أن نقوي العلاقات الأسرية بشكل أكبر أكيد أنا جدا سعيدة أن اليوم أرحب بضيفتنا معانا مستشار دواج وأسرة أستاذة مناعبة الجليل جدا سعيدين بتواجدتهم يا هلا بكم حياكم الله طبعا أكيد كنا نتحدث عن الضغوط والأمور التي تحدثت حاليا في منزل من ناحية وجود الأسرة تحت سقف واحد الكل يمكن أن نقول أن يشوفها من ناحية إيجابية والبعض يشوفها من ناحية سلبية من ناحية معارفين ما يفعلون في البيت مع الأسرة فلت تحطينا أكثر في ظل هذا الموضوع والله قبل قليلا كنا نسولف قاعدين نقول أن ما صدقنا أن الكل اجتمع يعني هذه فرصة تعتبر طيبة جدا والمفروض أنها تستثمر أفضل استثمار لأن قبل الأزمة هذه كان الزوج بروح والزوجة لها أعمالها وكل واحد كان بحياته الخاصة يعني كل واحد كان يمتلك مساحة الخاصة إذا كانت مثلا مسؤوليات إذا كانت هوايات الحين صار أن الكل في مكان واحد في دائرة واحدة والمفروض أن هذه الفترة تجير في قناة واحدة اللي هي العاش الأسرة هذا المخطط الذي المفروض أنه يطبق في الوقت الراهد طيب أستاذة مونة مثل ما نحن نرى ليس لك العارف ما يفعل في هذه الظروف يعني نقدر نقول قبل الزوجة دائما نقول حقرية هنا تبدو ديوانية ليس موجود بالبيت طلعات تعان معي جاب اليهال أو العكس مثلا أن زوجة مثلا تطلع تروح السوق تأخذي وقت تشترين فالحين الكل موجود في البيت ولكن بعد ما نقدر نقول تحققت الأماني والكل موجود في مكان واحد ومعارفين يقعدون مع بعض نقدر نقول في بعض الأسر مشاكل قاعد تصير بينهم ما في تواصل كل واحد ماسك التليفون وقاعد في زاوية وصار موضوع بدل ما يروحون شوپنج برا صار أونلاين فالحين ما أحد يكلم الثاني شوپنج أونلاين فشونا يسوون في هذه الظروف في الأوضاع الراهنة شوفي وأنا يا بطريج قاعد أفكر في كلمة اللي هي يعني كلمة التطبيع كل واحد مننا صار لطبع خاص اللي هي الدائرة بتوني أنا قاعد أقول الدائرة الدائرة الخاصة ما تشلوك تتسوي فيها بالضبط الحين قاعد تنقلينها إلى جو الدائرة الكاملة دائرة تشل الصغيرة على الدائرة الكبيرة المفروض أن كل واحد مننا ما في مانع يعني أطلع يب أغراضك الخاصة وقطها بالدائرة العودة بس سوها جماعية يعني مثلا مثلا الزوج اللي تحب تتابع مسلثلات أنا عندي وايد شباب وأزواج يشتكون من هالنقطة أن زوجتي 24 ساعة تطالع مسلثلات مثلا أو أفلام ما فيه شيء بالليل وانتي قاعدة مثلا بعد الحضر الشباب أو اليهال يتعشون والزوج يعني خلاص الأمور تستقر حطي حتى التلفزيون الكل يتابع اليوم الفيلم اللي أنت تابعنا باتر الفيلم مثلا الأطفال اللي يابونا الزوج مثلا أنا أقصد أن الأشياء الخاصة مالتنا اللي إحدى كنا نمارسها في حياتنا اليوم لازم تعمم على الكل نعم واحد المشاركة حلوة أسنين أعرف الخصوصيات أعرف ولدي هذا شلون قاعد يفكر شنه دائرته وشنو كان موجودة بالدائرة من أشياء خاصة البنت وين رايح بهالوقت الفترة هذه لازم أرد عيد وكرر تستثمر استثمار أسري تربوي إرشادي اجتماعي فني ثقافي الصدقين إحنا لو نطبق فكرة الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة وايد رح نختصر مسافات علشان الشكاوي اللي قاعدة تييني أن والله والدي للحين قاعد بغرفته بنتي للحين موجودة في زوجي للحين يطلع هذه قضية العزوبية بالأسرة يعني الزوج بروح وزوجه بروح والعيال لهم عالمهم الخاص يعني قاعد يسبب خلينا نقول الجفاف زيادة لأن الوضع ضاغط والأمور يعني ما قاعدة خلينا نقول تخطط بشكل جيد قاعد تأثر سلبا على الأسرة نعم أتفق معك في هذه النقطة استاذة مونة خصوصا مثل ما ذكرتي موضوع أن ولي الأمر يشتكي من أن الأبن أو البنت قاعدين في الغرفة مو حابين يطلعون مو حابين يتواصلون الموضوع مو أن أنا أشتكي وأن عيالي ما يطلعون أكلم أحد ثاني يحاول يحل مشكلة أتوقع أن لازم ولي الأمر يبذل مجهود يعرف شنو قاعد يصير مع سلطوصا العمر المراهقة يعني أنا ممكن أن الأم أو الأب يشوف نفسنا أنا قاعد أتواصل مع ابني أو بنتي بطريقة أن أنا كصديق ولكن ممكن الطفل في هذا العمر يشوف أنه أنت كدخيل ما قاعد تتجهلي بطريقة صحيحة فيريت توضحين أكثر يعني ممكن كيف أن الشخص يتواصل مع أبناء بطريقة دون ما يحس بهذه الأشياء شوفي يعني الإمبوزي يسمونه أو التدخل التدخل المباشر أو الفرد أن يفرض نفسه على الولد أو البنت في مرحلة المراهقة هذا سلوك كل شيء ما أقول خاطئ إنما سلوك مدمر لأن الإنسان في هذه المرحلة يحب إثبات وجود أنه يحس أنه لمناطق الخاصة يحس أنه لوجوده فإنت يعني أنك تخاوي الأم تخاوي بنتها تصر في جتها بكل بساطة طق الباب هاي يبوة يعني إحنا راح نتكلم بخطوات عملية هاي يبوة شا قاعد تسوي إزاي شرايك يبوة في شيء هنا مثلا خربان أعطي مثلا شوية مهام بالبيت أخلي يعني يقترب مني تعرفين لأنه كل ما صارت المساحة بعيدة بيني وبين الولد أو البنت كل ما كبرت الجفوة فأنا أبدي أشارك بأشيائي أول شيء لأن دائما إحنا نقول أن العيال ما نعطيهم الأوامر على كثر ما إحنا ندربهم على كثر ما نبدي أول شيء بأنفسنا مثلا مثل مثال صغير يبوة ترك التدخيل تدخيل موزي تقعد تدخل شون تقول أترك التدخيل صحيح أنت تبي شاركك إذن أنت أول شيء شارك البيت أنت كراعي شارك خلي نشوفك أن أنت قعد تشتغل بالبيت تروح وتي إذن إذا أنت كنت بشكل عام كله بره شلون تبي أهوة وأهوة بره في غرفته يعتبر بره نعم تبي خالطك صحيح وأنت أول شيء أدخل البيت وركز وجودك بالبيت وأفرش أفرش بساحتك الخاصة وخلطها بساعاتهم لك الساعة أمه رح يول لأن الأب والأم تلهم غناطيس أمه يجذبون العيال حولهم صحيح بشكل مبسط نعم طيب من ناحية توفير الأكتيفتيز أو الفعاليات في الأسرة ملك العارف شون يسوي يعني مثل ما ذكرت في بعض الأمهات يحبون يتابعون المسلسلات بالتالي قاعدت جاب للتوفيزيون حدث العيال كل واحد الدارة خلص المسلسل تدورهم ويصير هنا نوع من المشاحنات أو أنهم موحبون يقعدون في الوقت الراهن فمن ناحية نقدر نقول حل لمشكلة هذه الأم ما شاء الله كل شيء أونلاين كل شيء في أبليكيشن راحة الحلقة موجود عندك أبليكيشن بالبيت بالليل طلع تايفون ونشوف من خلالها طيب شنو نوع من الاقتراحات أو كيف ممكن الوالدين يلاقون الأفكار تناسبهم بالنسبة للأسرة من ناحية توفير الأكتفيتز وغيرها من الأمور شوف الأفكار كثيرة مثلا ندخل كلنا نسوي طبقة جماعية مثلا نسوي مثلا الرياضة أنا قاعدة أشوف في الأيام الأمهات يدخلون على يوتيوب ويضعون والصف يسوون مثلا أو المساء يسوون رياضة مع البنات مع الشباب مثلا هذه شغلة الفيتزانايت مثلا دايما أوصي الأمهات أقول لهم سووا الأشياء المشتركة مثلا خلوا الأبو هاليوم يبنت الليلة عليك العيشة الشباب لازم الليلة يسوون العيشة مثلا الحريم يسوون العيشة مثلا هذه الاشياء يعني مثلا الهوايات رسم يعني عندي أنا أمايا عندها يعني يهال أقولهم سوي مثلا مرسا مثلا يعني خلي الأبو يقعدي يساعدهم يعني ترى يعني الأكتيفيتز كثيرة بالبيت واحدة من الأكتيفيتز الضرورية جدا أبي كل البيت كل البيوت بالكويت يسوون صلحوا الخرابات اللي بالبيت ما يصير في خرابات مأجلة ترى أنا عندي حريم قاعدين يشتكون ليت ما يبدل ليت صلحوا الخرابات عدلوها رتبوا زين غير يعني شكل الأساس بالبيت اليوم القنف هنا يحطوها باتشرة هنا مثلا صبغ يعني فيه أشياء ترى وايد ممكن أنها تصير يعني نعم مثلا ما ذكرت حلو الواحد أن الحين في الآونة هذه يصلح الأشياء أو أن يضبط الأمور اللي كان مأجلها لفترة معينة حلو الواحد أكيد أن يشارك أسرتها من ناحية مثلا ما ذكرنا فكرة العاشة فكرة البيزا نايت أنا حبيتها بطبقها يعني فيه أشياء مثل هذه تكون بسيطة ولكن أثناء ما قاعد تقام أو أن تمارس يصير فيه نوع من التفاعل نوع من تقويات العلاقات الأسرية تواصل يصير مثلا الأب يقول مثلا حق والده لا يظهر حطها مثلا على سبيل المثال هاي باش قاعد ترسم فيه يعني تمرين وائد حلو وأنا أحب أسوي حق العيال من البيت عندي أقول له ارسم مثلا خلني أقره وشون قاعد يشوف مثلا ارسم بابا إذا شاف أن بابا 24 ساعة في دين المفتاح برا معناته هذا توجه الطفل أو شون يشوف ارسم ماما يعني أنا ولدي رسمني أنا عندي ولدي حسين الله يحفظ عيالكم داون سندروم فذاك اليوم قلت لها ارسم بابا رسم بشكل حلو لما رسمني أنا رسم حل جي عود قلت لها ماما لي يقول ماما صرخ لأن أحيان يأصب طبعا بس شوفوا أطفالكم شلون يشوفونكم هذا تمرين وائد حلو يعني ممكن مارسونا بالبيع نعم أستاذة مونة أنت ذكرتي لنقطة جدا مهمة يعني نحن نتكلم عن الأسرة وعن الأطفال ممكن أن البعض مونسة ولكن ما يكون عندهم مثل ما ذكرتي أبناء داون سندروم أبناء اللي فيهم مثلا طاقة زادة كانوا متعودين مثلا يذهبون في تجمعات في أماكن مراكز توفر لهم ممارساتهم اليومية احتياجاتهم يعني في عندنا مثلا في العائلة أطفال مثلا طيف التوحد أو الزايدة أو الحركة الزايدة هذين كان يروح مثلا مراكز مهارين يصير فيه نوع من تفاعل تفريغ الطاقات أو الشحن نعم طيب الحين مثلا وجدوا مع الأسرة في بيت واحد في بعض الأسر حاتي أن الطفل يتقدم يصير فيه ناحية إيجابية ولكن دام أن المراكز توقفت ممكن أن الطفل يرد خطوة إلى الخلف من ناحية التقدم في هذا شيء كيف ممكن الأسرة تتعامل مع هذا ناحية على كثر ما نقدر مدة ساعة كاملة طبعا هو يتعب يقوم مرة ثانية مجابل وعلى فكرة هذه فرصة وائد زينة أن نبدأ نقرأ نعم طفلي الحين بأي مرحلة أبدأ أطالع وهو شلون يشتاز هذه المرحلة وين وصل أي درجة حاليا لأن أنا عندي يعني يعني وائد تواصلون معاي أمهات داون يعني توحد لأن مو تخصصنا بس داون وائد يعني نسولف معهم صدقين هذه قضية المطمخ الأطباخ هذه يعني مثلا الولدي حسين يحبس الكيك يعني اليوم اللي عندنا كيك نايت أو مثلا يسوي مع أخت الكوكيز يدخل معها يعني عرف هذه مثلا أسماء الأدوات بالمطبخ وهذا متى درجة الحرارة شلون لازم يصير طبعا كلها بإشرافنا إحنا ما يكون نروحهم بالمطبخ هذه خلينا نقول الشحنات الإيجابية لما تعطينها حقها النوعية من الأطفال سترى النتيجة معهم خصوصا هذول المنشاط زائد أو ضعف التركيز هذه كلها لازم يصير فيه الـ 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 اللي هو لازم يلمس جسد الأم أو الأب مثلا من يقعد بابا يمشي أمشي وراه مثلا ما أحط ما أخلي في بيئة خانقة خصوصا هذول مثلا الناس اللي قاعدين مشقة مثلا مو بيت ما يصعدون ينزلون مثلا لا سأول أن يعني أن يتحرك أن تمتص طاقته الذهنية والبدنية هذا مهم جدا واليوتيوب والإنترنت متروس يعني تمارين وأفكار فعلا صحيح ومثل ما ذكرت هذه أيضا فرصة للأسر أن يتعلمون يتثقفون يتعرفون على أبنائهم يصير أيضا حتى تواصل مع المراكز أن إذا لا يمكن أن يحاطون أن كالشي في جوجل أو يوتيوب يمكن يكون معلومات خاطئة أو مثلا لبس يصير فحل مراكز أن تساعدهم عفوا ترى مراكز عالمية صحيح يعني أنا أدخل مراكز عالمية وأستفسر يعني ولدي بها المرحلة ما أفعل الآن مثلا أنا شفت منه أن حيانا أنا صورة فيديو وديزن حق الدكتور يعني وبلاشترا يعني موجودين ومتطوعين خصوصا في هذه الفترة لأن هذه قضايا إنسانية نعم نعم فعلا والحين طبعا مثلا ما قاعدين نشوف اليها المستنسين لا في مدارس وما في مدرسين وما أخذينها إجازة طويلة ولكن حلو أن أكيد الأسرة الأم الأب يعطون نوع من في هذا الموضوع يعطون نوع من التثقيف ومشرت أن أنا أعطي عيالي الدراسة المنهج الممل ولكن ممكن أن أنا أعطيهم كلمات مثلا خلنقول من أحية اللغة الإنجليزية مراجعة بسيطة حلو أن الواحد لأنه ما شاء الله مثل سفنجة شنة تعطينهم يستجيبون بسرعة فلازم أن الواحد لا يهمل أبناء من هذه الناحية وهم مقاعدين واحد زائد واحد سوي كم فحلو أنه يعطيهم نوع من تثقيف بالنسبة للغة حتى لو يتعلمون لغة ثانية يعني الحين لدينا فرصة ومجال شوفي في فكرة وايد أنا أحبها يعني كل يوم مثلا أسأل بنتي ودائما معلمة هقيمة أن اليوم اللي مر عليك ما تتعلمين فيه شي يديد فكل يوم أسألهم اليوم شنو تعلمنا شي يديد حتى إذا مثلا ما نطلع روح الموسوعات يلا طلع لي اقرأ لي مثلا أي جملة شي يديد صح ونتشارك فيها ونسول لا اصح ايش لون ايش ترى الدولة الافلانية فيها هم نفس الشي ترى يعني هم هذه حلقات النقاش الارتجالية ترى هذه وائد مهمة اليوم صارت الفرصة وائد كبيرة أن الأم والأبو يقرون بعضهم ويتعرفون على بعضهم من جدا وجديد ولادات جديدة والأم والأبو يتعرفون على عيالهم وفي فكرة مهمة جدا أستاذ هبة فكرة التطبيع يعني خلينا كأن زمن الكورونا يعني هذا إنه كأن ولادة جديدة حق الكل أبي ما بعد الكورونا أبي ما بعد هذا الزمن أشتغل أنا الحين لفكرة التطبيع أطبع عيالي أطبع البيت أخلي نظام معين أعيد شفلنج هاي التربة بالأرض أعيد أدخل الأكسجين أدخل الهواء مثل البستان بالضبط البستان أنا شنو أبي منه أبي ألاحظ التربة أراقبها أسمدها أرتبها أحط السيدز الصح أيب قناعات أفكار سلوكيات أبدي أسوي مرة ثانية طبعا هذا الكلام يعني ممكن الكثير وإن شاء الله الكثير يعني يبدون يطبقون أنا أعتبي على ليمان بخلق ويضروح الآن يقول ضغط صح وحكرة ويطبق هذه المفاهيم كلها والله هذه فرصة وفرصة ما تتعوض ترى أجمل ما في الحياة وأفضل الصناعات هي صناعة الأولاد لأن أم اللي باتر رح يعطونك لأنهم السمر الحقيقي أم اللي باتر يكون معاك وأم اللي رح يعطونك نعم فعلا صحيح ومثل ما ذكرتي هذه فرصة أن الواحد يطبع بأشياء يديدة يعلم عياله الأشياء والقيم المهمة يعني نحن قبل أقل شيء ممكن إذا الطفل تضايق أو ما يبي يقعد بالبيت وده الجمعية وده المراكز عطه الآيباد فحلو أنه يصير في قيمة أنه وليس روحة الجمعية بس حلوة أقعد بالبيت ألعب معه أتعلم شيء يديد هذه القيمة حلوة أدخل المطبخ يعني في بنات ما يحبون يدخلون المطبخ الحين بلوش ويدخلون اكتشفوا أنه عندهم مواهب يديدة مواهب جميلة مو حلو أكيد أن تتركين أو يتركون الأبناء على الآيباد يعني هذا مثل ما هو لا منفعة لا مضرات يعني نحن قاعدين الأمانة حتى معنا أنا في الأسر قاعدين نشوف أنه حتى الأطفال قاعدين عندهم مشاكل في النظر يعني في الانتباه في التركيز نعم صحيح فقاعدين يفقدون يعني في أطفال من مشاكل التي قاعد تصير أنه حولال في العين من ناحية الآيباد اللي هو في أطفال عندهم بعد نظر والأهل ما يدرون بهذا الشيء وقوة تركيز الطفل للآيباد قريبة منه ابتدأ أنه يصير في عنده حوال يصير في عنده خلال في النظر فلازم يعني هذا الطفل شيء جدا مهم وعزيز لازم يصير في نوع من الانتباه في هذا الموضوع مو كل شيء على التكنولوجيا نعم فحلو الواحد أنه يوفر كل الأشياء لهذه الأسرة وعساس أنه يصير في نوع من التنويع ومثل ما قلنا التعرفون على بعض أكثر طيب من ناحية التوتر في بعض الأسر يصير في عندهم توتر وضغوطات خصوصا أنه ما في طلعات ما في يمعات ما في زوارات في ناس كانوا لما يتجهل الزوار يصير متنفس أنه أنا أشوف الحمولة أشوف الأهل وتبادل الحوارات الحين ما في هذا النوع من التواصل فصار في نوع من التوتر يمكن العلاقات الأسرية هذه ابتدت أنه اتقل فشو ممكن واحد يقوي هذه العلاقات في هذه الظروف سهلة إذا أنت حاس بتوتر بغياب البعض مثلا الأوم أو الأيب أو مثلا الجد أو مثلا إخوانك فيديو كولت ممكن تفرغ هذه الشحنة بسيطة أنا أمي والوالدة اللي يحفظها ويحفظكم كبيرة بالعمر فنحن مقللين الزيارات لأنها تعبانة فنقللين دخلاتنا وطلعاتنا عليها فشي سوي فيديو كولت بكل بساطة يعني شوفي السؤال حلو بحيث أن خلينا نتكلم عن امتصاص التوتر التوتر يمتص بثلاثة أشياء ممارسة الهوايات نعم أنك أنت تقرأ عن اللي وترك شنو تراقب نفسك رقم ثلاثة تسوي مجهود رياضة يعني بهالثلاثة أشياء أنت ممكن تخلي التوتر هذا بالنسبة لك ممكن إي وممكن ما بشكل بسيط جدا وممكن تنساه تماما أنت بإيدك توتر نفسك وإنت بإيدك يعني أصلا تستمتع بهاللحظات هذه يعني أنا بالنسبة لي شخصيا ما عندي إحساس بأن شيء موترني على الإطلاق في هذه المرحلة رغم أن نحن دائما نستخدم كلمة نحن 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 رغم هذا القفص أنا مستمتع لأن أراقب وإن أراقب ما يوترني عالجة بكل بساطة وبعدين الرياضة مهمة موايد يا جمعة اللي عند بيت من دورين صدر وننزل فقط مرتين ثلاثة أربعة خمسة بتشوف دخد بتشوف الدورة الدموية عندك تتعدل هرمون السعادة الأنفيتامين اللي موجود بهال منطقة هذه على الأخص يعني رح يفرس في جسمك بكل بساطة نعم أنت بإيدك ونحن قاعدين نتكلم عن شيء اسمه مهارة الاستثمار تستثمر هذا الوقت عندك عافية وعندك وقت فراغ وعندك أفكار وعندك ناس حولك بصحة وعافية شنو تبي عدد دعمك وعيش هذه اللحظات واستفيد ودعو الله سبحانه وتعالى أن نمر على خير ونمي الأسرة الأسرة يا جماعة العش العش مالك البستان مالك اشتغل فيه على كثرة ما تقدرك نعم للأمانة أستاذة مونة جدا سمتعنا معاش بهذا اللقاء وكل المعلومات التي قدمتها لنا موضوع جدا مهم مثل ما ذكرت نحن الآن في زمن كوفيد 19 بعد هذه الفترة ستصير ذكرى حل أنه يذكر هذه الأحداث كنا نقعد مع بعض كنا نسوي اكتيفتيز مع بعض نبي هذه الذكريات تستمر فكل شكر لك وعلى كل قدمت لنا سلمة الله يحفظكم إن شاء الله مشاهدينا مستمرين معكم في تقديم باقي فقراتنا في برنامج شاي الضحف خلكم أنا